ماذا بدنا اهدرنا خصيصا على الفهم؟ هنا باش نفهمه انه الطفل هدايا كرانين مدلوه في الاوامر مش مراهوش يفهم فيه ولكن المشكلة على الفهم هو على مستوى الاولياء احنا الكاولياء مراهنش فاهمين واش هذا الطفل تعناه يقدر يطبق بغض النظر على الفهم يقدر الطفل يفهم امور كثيرة لكنه ما يقدرش يطبقها وعلاش على خدش كين مراحل لازم يمر عليها هذا الطفل باش يطور من شخصيته من انسجامه النفسي لازم يمر عليها احنا عدم معرفتنا بهذك المراحل اللي المفروض الطفل يمر عليهم هي اللي تخلي بيننا وبين هذك طفل صراع واشنوهما مثلا هاد المراحل انه الطفل في مراحل صغرى في عام عامين تلسنين الطفل عادي مصبر ما يقدرش يصبر وحنا عدم معرفتنا بهذا الامر بهذا الامر انه الطفل ما يصبرش احنا واش نظنه بمجرد انه عطينا له امر فهذا الطفل هو يعصي الامر ديالنا ولا مراهوش يفهم فينا لا لا طفل يراهو يفهم فيه لكن قدرة الصبر دياله راهي محدودة تتطور قد ما يكبر الطفل كي يكون سنتين تلسنين ما يقدرش يصبر اكتر من خمسة خمسة دقايق ولا احيانا ما عندوش حتى الصبر ما يعرفش الدور دياله ما يعرفش باللي يلازم له هو دالته ومعك دالت خوه ومعك دالت شخص وحد اخر لا ما يعرفش احنا ندخلو فيه سيراعات مع هاد الاطفال بحقنتك هاد المراحل طبيعية جدا عند الاطفال هي عادية لازم يمر على هاد المرحلة عادية لازمنا احنا نكون عندنا فهم بوش راهو قادر الطفل بقدرات الطفل ماشي غل الفهم التاعه بقدرات الطفل على تطبيق الاوامر ديالنا لذلك باش كين تمر هادوك المراحل حين يمروا بسلام لكن اذا دخلنا احنا في مرحلة من هاد المراحل مثلا مرحلة العناد يزبنا نعفو باللي الطفل بين 18 شهر حتى 3 سنين رح يطور الشخصية تاعه بمرحلة العناد وهي كل حاجة يقول عليها لا 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 وحنا بمجرد انه ما راناش فهمين هاد المرحلة باللي هاد الطفل راهو ماشي يدير فينا يعني ماشي يحب يتحكم فينا ولا راهو يحب يعصي الاوامر لا هي مرحلة طبيعية لو كان احنا شفناها بل هاد الطريقة الطبيعية ديالها نحن نتعاملوا معاها ببلين وهذيك المرحلة يحتمر بشكل بشكل سريع يحتمر سنة سنتين وبعك يحتمر لكن اذا دخلنا في هذيك المرحلة بطريقة خطأ هنا نحن نخلي وهذيك المرحلة تطول يعني اذا كان الطفل عنيد والعند الطفل راح يستمر مدة سنة سنة ونصف احنا اذا دخلنا بطريقة الخطأ في هذيك المرحلة العند الطفل راح يستمر حتى مدة عشر سنوات ولا اكثر وهنا من بعد يقول لي الاولياء يقول لك وعلاش ابني ما وش ياخد الراي وعلاش ابني ما وش يفهم فيها حتى احيانا يشكو حتى في ذكاء الطفل تقول لك قلت له صح ما ياخدش الراي نقعده هكذا في سراع بين الاولياء والاطفال مع انه هي مراحل طبيعية تمر بسلام لك من الاحسن انه الطفل كيكون ايوى اولياء يعني الاب والام كيرانا راح ينديرو كحنا نقول له مشروع طفل يعني كأنه مشروع كما تدخل في اي مشروع يزمنه دراسة يعني قبل ما يكون عندي اني محظرة اني احيكون عندي طفل ما يش انسان ما يلتهاش غير بتحضير السرير والملابس وهدو ما يطالع شوية على طريقة نمو الطفل السليم وشنو هي صفات الطفل السليم ما ناخدوش من فلان وفلان لا لا ربيت بهذه الطريقة ناخدو تجارب الناس